بطلب من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ستكون الحكومة أمام مهلة ستة أشهر لتحيين استراتيجيات الوقاية من المخاطر ذلك ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي خلال الندوة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات منحنا فخامت السيد رئيس الجمهوري فترة ستة أشهر من أجل تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ورسمها لأفاق 2030 بالتوازي مع استراتيجيات محلية خاصة بكل ولاية تأخذ في الحسبان خصوصيات كل منطقة وبهدف التقليل من مخلفات تغيرات الجوية المفاجئة على غرار الفيضانات التي مست بعض ولاية الوطن مثل ما حصل في قسنطينة وتبسة وبرقلا أضحى التحضير المسبق وعمليات التهيئة طوال السنة ضرورة لاستباق الكوارث الطبيعية تحيين المنظومة التشريعية وإعادة سياسة تسيير الكوارث الطبيعية عوامن من شأنها الوقاية من مخاطر هذه الكوارثة وتجنب الجزائريين تابعات تكون أسوأ مما عاشته بعض المدن في الآوينة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر